محمد صلاح زي ما قطركم مبارح الأمور بالنسبة لفريق اتحاد جدة السعودي الأمور مغلقة ده بحسب تصريحات يورجان كلوب بحسب تصريحات سوبسلاي مبارح بحسب ما ينشر في الصحافة الإنجليزية إنه الراجل مكمل مع ليفربور ومش يمشي رغم العرض اللي وصل 150 مليون دولار أو يورو يعني للنادي الإنجليزي من اتحاد جدة خلاص الموضوع ده مقفول ماشي بس صحيفة ديلي ميل الإنجليزية وساعة الانتشار طبعا واحدة من أكبر الصحف في العالم قالت النهاردة إن فيه تحركات سرية من جارب نادي الاتحاد السعودي عشان يضغطوا على ليفربور ومحمد صلاح من أجل التوقيع للفريق خلال الساعات القليلة القادمة صحيفة بتقول إن وافد سعودي كان موجود من يوم السبت في لندن عشان يقنع ليفربور ومحمد صلاح بالصفقة كلام حسب ديلي ميل يعني الإنجليزية إن العرض ممكن يوصل لـ 200 مليون يورو لليفربول رقم خرافي رقم صعب رقم مرعب رقم يخوف يعني فاهم؟ اللي هو توقع تقول يا نحن يسفو الدماء كده ليفربول ممكن يوافق تهم؟ يا خبره بيض هيوافق ولا إيه؟ تمام؟ ومرة أخرى زي ما قلت لكم خلال اليومين اللي فاتوا الحكاية مش إنه صلاح يمشي من ليفربول ويروح الاتحاد السعودي فاحن بقى زعلانين عشان هو راح للاتحاد السعودي الدوري السعودي بقى دوري قوي جدا في لعيبة كبيرة جدا في دوري جذب لعيبة كبيرة جدا ونادي الاتحاد دوري محترم جدا ومازال على زمته ان اللعيبة مصريين سواء أحمد أو كان يعني بيلعبه أحمد حجازي وبطارق حامد مع الفريق بشكل رائع جدا المسلم الماضي وكانوا لهم دور عظيم في فوزهم بالدوري السعودي بس احنا عايزين لعبنا المصري العظيم ده محمد صلاح الأسطورة ده بيبقى موجود في أكبر دوري في العالم اللي هو الدوري الإنجليزي مع فريق زي ليفربول اللي يبدل يواصل إنجازاته فاهمين الحكاية بتمشي إزاي بس توقعي انه بنسبة 95% وربما يزيد صلاح مكمل مع ليفربول توقعي حتى لو العرض زاد حتى لو العرض زاد بتاع التحاد جدا على قل الموسم ده ممكن الموسم اللي جاي تبقى الأمور مختلفة